اشتركوا في القناة الاغنية اللبنانية والاغنية العربية بشكل عام ماجد الرومي سيدة ماجد الرومي يعني وصلت قبل يومين هي على دبي لانه الحفلة ب 26 يعني بكرة يعني اليوم اكيد النار حافل عند ماجد الرومي التمرينات كيف ده توقف على المسرح لانه مدينة الاعلام هناك يعني المدرج مخيف وماجد الرومي اعطت دبي مثل كمان ايمي فنية انه هاي المدينة صارت عالمية كمان من ناحية الحفلات والمهرجانات اللي عم بتصير فيها المهرجانات الضخمة يعني في كتير بلاد نسمع فيها مهرجانات بس لما تكون ايكوني مثل ماجد الرومي مثل جوليا بوتروس مثل 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 كمان باختتام مهرجان التسوق فايش حلو كتير يعني الاختتام بيكون دايما ايش انه بالزخم تبع الاختتام بيكون بفناني او فنان هالقدي كبار يكون مفاجأة ماجد الروم شو احلى من هيك روعة فالاستعدادات على قدم الوساط صحيح ياريت منقدر هيك نطير نكون هناك وكل الفانس تبعون ماجد الروم اللي هون هيك كتابوا لي على الفيسبوك ياريت لانه وين ما بتكون بلحقوها يعني اذا حفلات عمان طبعا 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 يعني وين ما كانت وين ما بتكون محلل بنقدر نوصل عليه اكيد ما اي مكان بتلاقيه ان طاروا لهناك فشوي انه كانت هلقدي بسرعة كمان القرارات انه تكون هناك ماجد الرومي في دبي بالاختتام مع انه التغى كتير حفلات الها وتأجلت بالسعودية كان مفروض تكون كمان نعم فهل مرة في دبي فبقول انا كل المنطقة هناك رح يكونوا اذا كان بالخليج العربي طبعا او لبنان او حتى من الارتراب ماجد الرومي ان شاء الله بتلتغى كل الحدود فكرت تلتغى الحفلة فيدي عقلبي عشان هيك حطيت فاصلي تلتغى بس الحدود هيك تكون بس على الخارطة زي ان شاء الله بتلتغى كل الحدود ان شاء الله هيفا وهبي واحمد عز في فيلم جديد وهذا اول مرة كوميدي 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 مظبوط لأول مرة احمد عز وهيفا وهبي والجمال كله مع بعض هيك كثير بالنسبة لك انت احمد عز بعرف انه ايقوني عندك موجود جميل جدا بس هيفا وهبي ايقونة الجميل جمال يعني هني اتنين جميلين جدا يعني شوف هالصورة على الشاشة بسي ديري بالك اقولك شغلة انه الجمال بيختاروه ممكن المنتجين اليوم كشكل يعني زي الاعلانات شو بيختارو دايما انه يكون او انه بالعكس تماما حتى يلفتوا نظر الناس او انه بجيبوا يعني اليوم عم بتلاحظي الافلام الكوميدية او انه بتهكموا على الشكل او انه بجيبوا جمال يعني بجنن وبعملوا انه بدخلوا فيه عنصر الكوميدية اللي يعني هاد فيه كمان انه تضحك الناس اكتر سؤال هيفا وكوميدية هيفا وكوميدية بصورة عندها بقولوا عندها نافاتها اللي بخالطها كتير يعني كتير ناس المقربين قالوا انه بتزد كلمة مرات بيضلك تضحك عليها اسبوع فانا بقول انه بالكوميدية تثبت حالها يعني حلاوة روح مع انه كان عليها مشاكل اذا بتذكر دوريد كمان قديش نزلوه عن العرض رجعوه قرار حكومي مش قرار يعني دقابي كل هاي الشغلات بس حلاوة روح اسبتت حالها فيه هناك هيفا وهبي بالدراما بنحكي احنا واداءها والتعبير اللي اعطتها كمان مع انه شكلها يعني طاغي طبعا يعني هيفا وهبي وين ما تكون موجودة بقولك يعني استقطبت اكبر عدد ممكن من مين اذا كان النقاد لاداءها انه يقولوا مش بس كل شي جمال بالدنيا لا يتفرجع الصورة او لا يورجوا كمان على الصورة الحلوة لنشوفوا قديش الشاشة حلوة بهايفا وقديش ناس دخلت تتشوف هيفا وهبي مش هممها الفيلم جاذب ولا هممها القصة بدون ادنى شك جاذب بغض النظر على الموقع فهالمرة احمد عز وهيفا وهبي شو رح يكون المفاجأة الكوميدي جاذبية مضاعفة دوريت جاذبية مضاعفة اذا كان للصبايا والشباب واذا كان للشباب والصبايا بالعكس ويعلى بقولك رح يكون اشي كتير حلو احمد عز على ذكر احمد عز مشغولي كتير فيلم يونس انا بقول قريت عنه كتير يعني بفارغ الصبر ناطرينه تينزل لانه فيلم يونس دوره غير شكل رح يكون بعدين ابو عبد الرحمن او اشي هيك رح يكون عبد الرحمن المصري اشي هيك سمعت على برمضان كمان رح يفزع هناك وتنسيش انه الخلية فيلم الخلية جزء الاول كمان جزء تاري لما يصير فيه اجزاء اعرف انه نجاحات اولى بتسبب للنجاح التاني صح بس عادة الجزء الاول هو الاقوى طبعا زي بكل الاشياء اعبروها اجزاء انا بقول انه ممكن كمان يسبت حاله اذا بيجيبوا ضيوف غير عن الخلية رقم واحد طيب رح اجع هيك الى الضال عندنا وقت كمان نفتح هاي السيري مرة ثانية كل قضية الاجزاء بكل التمثيل وعالم السينما والافلام بدي نتحدث شوي عن العمر يعني عادة ان تصريح عن العمر شوي صعب عند النساء خاصة عن الستات نبي لعبات كسرت هاي المقولة من زمان يعني كل سينة احنا متابعين معها 73 سينة بتقول وانا يعني مفتخرة بحالي انه بعدني بهذا الشكل الجميل طبعا محافظة يعني على الشكل هي بتقول انه بدون عمليات تجميل انا بقول انه بسموها ريتوش التحسين المنظر مش عمليات تجميل هي صحيح مش غلط ومش عيد واليوم ليلة اذا بتنتبهي كمان مش بس صبايا كمان شباب بهتموا ويكون عندهم مثلا تجعيد ليش لا شوية بوتوكس هون وشوف بسيم يعني اللي بيطلع على الشاشة هو مطالب كمان يحافظ على شكل يعني مزبوط بعدين انت بتعطي للناس للمعجبين بتعطي للناس انه العمر مش مش متعلق ابدا باعطاء الابداع طول ما انت بتقدر يطعطي وقالله معطيك صحة ليش ما نحافزش على الشكل الخارجي مدام الشكل الداخلي تمام تمام كمان من من ضبط الشكل الخارجي ومنعطي للناس صورة احلى ومنعطيهن فرح اكتر فاحتفلت بعيد ميلادها 73 ومين جارتها هناك مين بنفس العمارة دلال عبدالعزيز يعني صديقة مقربة وجارة هي بتضل تقول دلال انه بتاخد من عنده سكر كتير مع انه مضر فهي وبنت هتلعوا ساعدوها عملوا التبولة معها تماما زي كيف انه بنفس العمارة بزبط بنفس العمارة يعني اطلعي ساعديني جايين عندي صاحبات الليلة عيد ميلادي 73 دلال عبدالعزيز مين بتساعدها بنتها ايمي سامير غانم طلعوا ساعدوها مين المعزيم يعني بسيطة بسيطة الحفلة كانت انه المقربين منها سامير صبري فنان استعراضي زمان طبعا مقرب منها لانه عملت معه كتير اعمال سينمائية نبي العبيد وبنفس الوقت كوسي شلبي اللي هي يعني جوجها طبعا محمود عبدالعزيز المرحوم يعني صارتي ارملي ولكن اعلامية رائعة فحطت كتير مشاهد على الانستجرام مقاطع فيديو صور ايش حلو كتير وبنفس الوقت المقربات منها اكتر ايش الهام شاهين ولبلوبة حلو شو احلى من هيك عيد احلى عيد يعني يكون الواحد سامير صبري انا يعني قلت نياله بني هالكوكبي نيالك يا سامير صبري على هالمجموعة اللي كانت حدك صعي من جميلات الشاشة العربية وكمان من المتواضعات بالشاشة العربية يعني اذا بتشوف اي مقابلة لا لبلوبة لا الهام شاهين التواضع الكرب من الناس هذا اللي بيخلي ممكن الحب مستمر لو صارت تسعة وتمانين وتسعين رح يضلوا يحبوها بنفس المحبة في كمان جزء تاني لأمر آخر روجينا في بطولها روجينا كلبش كلبش يعني احضرناه كلبش نمرة واحد هالمرة كلبش نمرة اثنين امير كرارة يتكرر انا بقول دايما بالنجاح ويتكلل يعني اذا بتلعب على الكلمات امير كرارة اثبت حاله يعني بسرعة فنان كان دايما من الصف الثاني اليوم صف اول ومش يعني صف اول بالمدرس لا لا طوع صف اول يعني بالحضور بالدرجة بالضبط بالدرجة الاولى صف اول بالعطاء الفني حتى بالمسلسلات بتلاقي انه مع اختلاف اللهجات دايما اذا كان لبناني سوريا امير كرارة بفوت بالمجموعة بتحسوا واحد مني بيبطل يقتر معك اللهجة وهذا الاشي الحلو بالتمثيل يعني مش مهم شو اللهجة زي عنا هون مثلا المساواة مثلا الليلة بتحكي لهجة سوريا بالجولان انت بتحكي لهجة نصروية انا بحاول اضل نصراوي على الاخر لانه في مرات يعني لا لا اسمع بيختلت عليك بس هذا الاشي الحلو انه الناس لما تحضر الرسالة بتوصلها بيبطل من وين انتجاي مية بالمية وهذا هو الابداع وهذا هو الفن وهذا هو الاعلام فحلو كتير انه يعني امير كرارة لما بحكي بالمسلسل لو بحكي مصري مع لبناني مع سوري بتحس انه عيلي واحدة وصارت الاظن يعني متوقع يعني قبل كان افعاد ومتوقع انه عادل اخير عم نحب الاعمال المشتركة وقت صباح لما كانت بمصر الله يرحمها كانت كتير كتير يعني يعلموها اللهجة المصرية مظبوط وكان تتقنها اليوم صار اسهل للفنانات اللبنانيات صح تواخدن بمصر طيب رح منتقل لموضوع اخضر موضوع مرة اخرى مين بيحل مكان مين يعني رائج دائما في كل خضايا الافلام هاي المرة سميرة محسن مكان فردوس عبد الحميد فردوس عبد الحميد يعني غنية على التعريف والعرض الاول على دار الاوبرا وعلى خشبة المسرح كان مبارح ليلة يعني الاربعة بمصر المسرحية انا بقولك يعني احمس يعني القائد المعروف بقول انا رح يكون الدكور غريب يعني كنت اتمنى انه اكون بدار الاوبرا واحضر سميرة محسن بعد ما توصلوا يعني عدم اتفاق مع فردوس بسبب الناحية المادية جابوا سميرة محسن سميرة محسن الظاهر انه وافقت على العرض المادي ودخلت محلها انا بقولك هناك اكتر تعبيري راقص من ال شو اسمه من ال الكلامي فعشان هيك كان اسهل بكتير يعني نعم معنا كمان ليلى القيش في شرم الشيخ ليلى علو ليلى علو ليلى علو في مهرجان هل مرة يختروك كمان اتمنى هيك يارب ان شاء الله يالا شجل همي عرافي بسموها رئيسة شرفية للمهرجان هل مرة بدورته التانية بشرم الشيخ ليلى علو بتحل محل نبيل عبيد ذكرناها قول المشوار اليوم صحيح نبيل عبيد كانت بالدورة الاولى رئيسة شرفية للمهرجان هالمرة ليلى علو انا بقول تستاهل يعني اعمال كتير قدبات جميلة جدا اكيد جميلة جدا وبتعطي رايها بصراحة هذا اشي حلو يكون لتحكيم اكثر من برنامج شاركة وكانت هالقد يعني تعرف تأدي بشكل صحيح يعني امام الكاميرات وبتعرف تتحدث وتعطي رايها كلجنة تحكيم لاي لاقيش انا بقولك شغلي لجنة التحكيم اليوم كرئيسة شرفية بدها تكون بس ك يعني شكلا اكتر من انه تختار افلام بس بعد ما يختاروا افلام ممكن انه تعطي رايها كمان ليش كرئيسة شرفية المهرجان اخيرا وسريعا بيروت سمعت عنه الفيلم سبيلبرج عم بتصير معمع كبير في بيروت بقولك شغلي سبيلبرج معروف ايش راح يعطي وبالذات انه بيروت انا بقول يمكن الفترة الزمنية دوريت بارش اذا قريت عنه الفيلم طبعا الفترة الزمنية راح تكون انه فترة كتير غريبة كمان بلبنان كانت فانا بقوله انه ممكن يعطي كتير صورة حلوة عن لبنان بعد هاي الفترة في اراءة مختلفة تماما في اراءة مختلفة تماما وهو تشويه عملية تشويه انا بقدرش عطي رايي الا ما اشوف الفيلم في تشويه للبنان بقوله ان شاء الله انه لا لانه اذا سبيلبرج موجود بهذا الفيلم راح يعطي صورة حلوة من ناحية التقنيات هو كل قضية اللي اشعلت النار بالاضافة لهيك انه تبرع على اسرائيل تبرع هناك قصة التبرعات لكن حسن نصر الله هو يعني الذي يقوم بكل اليوم بالاخبار اسمعت هاي المعلومة بانه يطالب اصلا بعدم وضع هذا الفيلم في دور العرض السينمائية انا بقولك شغلي تيطلع الفيلم ممكن انه هناك مثلا يمنعوا عرضه زي ما منعوا كتير افلام حتى عربية لكن ما قبل عرضه صعب ما قبل عرضه اذا بتكتقري السيناريو بالاول وتشوفي ايش الاشياء السياسية اللي فيه انا بقول خلي الفن دايما اذا بديوا يعطي اشياء سياسية يعطيها شو صارت يعني كتاريخ طبعا كان الرد بانه هناك شرعية خاصة بكل عالم السينما واعطاء رأيك مثل يحك للشاعر هناك بالضبط طب ما قبل الختام ما قبل الختام باسيم بدي اسألك يعني ذكرنا اثناء حديثنا كل قضية الاجزاء رخصنين كل قضية سلسلات الهابي وسط يعني استهجان جدا كبير عن ادخال نيكول سابم الى كادر او اطاقم التصوير للموسم الثاني يمكن انه مش محل ندي من جيم يعني انا لا يعني المخرج برر هاي النقطة انه مش مكان لكن قضية تجديد يعني مثل ما ذكر دوريد انه يمكن هيك الجزء الاول هو الاقوى اكيد عم نشوف في الاجزاء الثانية عم بصير فيه تورط يعني بمعنى سلبي هنا سلبي لانه الجزء الاول انت تعودتالي زي مثلا مسلسل باب الحار شو فيها كم جزء تعودنا على الجزء الاول وكان هناك الاد عشري وكان يعني شغلات اللي هالقدي كانت هيك قربطنا حبناها كتير شوي شوي فقد هيك السلسلة المترابطة هناك شو صار انه ضعنا احنا صارت قصص جديدة صار شخصيات جديدة تفوت على المسلسل الهيبة انا بفكر لك انه رح يكون كمان اضافة مش بس نيكول سابا كمان كمان تتوقع ياخذ نفس النتيجة وبنفس لا الاول دايما اتفضل بالظل وانا بقولك شغلة حتى الاغنية لما سمعناها بالاول صعب نسمعها طريقتها بالشارة المسلسل طبعا نصيل زيتون بالجزء التاني والتاني بالجزء التاني والتاني اكيد هناك رسالي كانت واضحة السر هو انه انا بعد مش متابع هذا المسلسل على فكرة بالجزء الاول ابدا مرح عليك كثير ولا حلقة واحدة انا بالنسبالي مرح عليك كثير طلع من ناحية قصة مرح عليك كثير بس من ناحية تمثيل تصويري تصويري لمنطقة هالشمال اللبناني الحلو انا بقول انه يعني حلو الواحد يحضرها اوكي حلو احضر عم شجعك دوري لانه ما وصل ما لهناك فمنوصل بالعين اكتر نراك الاسبوع القادم اكيد ان شاء الله شكرا عليك بسيلكم